اشتركوا في القناة في يوليو الماضي وبأنه لم يحدث تضاعف لاحق حتى تاريخه تعتبر مملكة البحرين من الدول الأعلى عالمياً في نسبة التعافي من فيروس كورونا حيث وصلت نسبة التعافي إلى 92.9% هذه الجهود التراكمية كانت وما زالت بسواعد بحرينية أوضحت البيانات الأخيرة أن مدة الوقت المستغرق لمضاعفة إجمال الحالات بمملكة البحرين بلغت 42 يوماً حتى تاريخ 31 يوليو الماضي وتعكس هذه الأرقام التزام المواطنين والموافدين بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية الصحيحة يلاحظ أنه في الفترة من 26 يوليو الماضي إلى 9 أغسطس الجاري والتي شملت إجازة عيد الأضحى المبارك تراوحت نسبة الحالات القائمة مقابل الحالات المتعافية ما بين 0.5 إلى 1.0 حالة جديدة لكل حالة متعافية مقارنة بالنسبة اللاحقة بعد مضي ما يقارب أسبوعين بعد العيد بناء على ذلك نلاحظ ثباتاً في النسبة مما يدل على استقرار الوضع نذكر بالأرقام للفترة السابقة من تاريخ 26 يوليو الماضي إلى 9 أغسطس حين تراوحت نسبة الفحوصات الإيجابية من العدد الكلي للفحوصات في المملكة ما بين 3.5% إلى 5.2% في حين أنه بلغت النسبة خلال الأسبوعين الماضيين من 10 إلى 24 أغسطس أي بعد مرور أسبوعين من إجازة العيد ما بين 3.0% إلى 4.4% بمتوسط حوالي 3.9% مما يدل على انخفاض في معدل النتائج الإيجابية من إجمال عدد الفحوصات في الأسبوعين من 26 يوليو الماضي إلى 9 أغسطس تراوح معدل التكاثر الفوري في المملكة ما بين 1.4% إلى 1.8% في حين استقر المعدل ما بين 1.5% إلى 1.9% للأسبوعين التاليين من 10 إلى 24 أغسطس مما يدل أيضا على استقرار نسبة معدل التكاثر الفوري خلال الشهر الماضي وهو مؤشر على ثبات الانتشار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر